يلا بينا نعمل أطعم صنية بطاطس بالفراخ ممكن تكوني عملتيها قبل كده معنا البطاطس وبصل وفلفل وتماطم هنقطع البطاطس شرايح والبصل شرايح والفلفل والتماطم ونحطهم مع بعض الصنية نحط البهارات بتاعتنا ملح وفلفل سود ورشة الكاري دي هي السر اللي بتخلي طعمها تحفى تحطي ميا أو شربة تحطي معلقة توم تحطي بقية البهارات بصل بودر وبابريكة وشوية زيت وتقلب يوم هنعمل دلوقتي تدبلت الفراخ في الكبة هتحطي البصل والتماطم والفلفل وتضربيهم مع بعض بعدين هتحطي التوابل معلقة ملح ومعلقة فلفل 11 بهار من كنور تحفى جدا وممكن تحطي السبع بهارات أو توابل الفراخ العادية جدا أو شربة ماجي براحتك شوية زيت وتقلبيهم وتحطيهم مع الفراخ وبعد كده هنجيب الفراخ نحطها على الصنية اللي فيها البطاطس أنا بحطها على ضهرها كده عشان تستوي وبعد ما تستوي بروح قلبها لوشها وحط صلصة طماطم أو حط بابريكة وزيت أو ممكن تحطيها في فويل وتدخليها لفرن مرة واحدة كلها تستوي رأيك بقى فيه أطعم من كده جربيها وقليلي رأيك